برضو في البداية أشوف قراءات مختلفة وتحليلات مختلفة لهذه العملية التي تتم الآن على أرض السيناء من قبل قوات المسلحة والشرطة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا يعني احنا من الصبح هناك تحليلات كثيرة يعني بيتفق الجميع على أن ما يدور الآن هو نتيجة للأمر الصادر من السيد الرئيس الجمهورية إلى القوات المسلحة أنها تقضي على الإرهاب في غضون ثلاث شهور بالتعاون طبعا مع جلسة الشرطة وطبعا منذ صدر هذا القرار حتى الآن كانت هناك مجموعة كثيرة جدا من الإجراءات التحضيرية بدءا من تجميع المعلومات وتبادلها وتأكدها ومتابعتها بصفة مستمرة ثم تجيز القوات المناسبة ثم تأسيم محور العمليات إلى قطاعات وتكليف كل مجموعة قتالية بالتعامل مع قطاع معين ثم عملية التغطية الشاملة سواء بالقوات الجوية أو بالقوات البحرية ثم إجراءات الأمنة التي تتخذ لتأمين الجبهة الداخلية والأهداف الحواية يعني هناك مجموعة إجراءات في إطار التخطيط لتنفيذ هذه العملية هي مش عملية مهجمة بؤر إرهابية والقضاء عليها ولكن عملية متكملة ليه هي شاملة؟ لأنها بتغطي الجبهات الاستراتيجية بتاعتنا كلها في المناطق الحدودية سواء في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو من الساحل كمان هي بيشارك فيها عناصر كتيرة جدا من القوات السلحة بتعاون مع بعض بالتناسق مع بعض بالتنسيق مع قوات الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كمان الهدف بتاعها واضح ومحدد القضاء العرابي يعني إيه القضاء العرابي؟ هو طبعا ما فيش القضاء القضاء المبرم يعني بزبت الحد ممكن نقول مش الحد لا نصل إلى ما هو أبعد من الحد يعني نوجه للأرهاب ضربات قوية جدا يعني تظل كده معلمة في ذهنه وفي وجدانه أن تكرار مثل هذه الأعمال سيكون ثمانها بعض وهذه أيضا رسالة ليست أيسا للعناصر في الداخل اللي بتقوم بتنفيذ هذه العملية ولكن من يمول بزبت كده ولكن لكل من وراءهم إذن هي العملية في إطار أولا رسالة ثانيا تعبير عن إرادة تعبير عن إرادة يعني يعني الرئيس قال موصل للشعب يا قوات مسلحة إحنا عايزين نغضي على الإرهاب باسم الشعب عايزين نغضي على الإرهاب قضاء مبرم ولا نترك لهؤلاء العابثين بالأمن الوطني أي فرصة أنهم يهددوا أمننا واستقرارنا تمام يا فندم بتتكاتف كل أجهزة الدولة بتتناسق بتتعاون وانطلقت العملية ما حدش بقى يسأل حتخلص إمتى يعني مجرد السؤال ده حدتك بتشوفه أنه هو خطأ لا ما يصحش يعني خلص العملية بدأت وخاصة أن احنا مش بنحارب عدو محدد الأبعاد محدد القوة محدد الأهداف انت بتعاملي في إيران في إيران مختفية في جحور وتنتقل مكان لمكان وتلبس زينا كده وتتخفى وتستخدم كل الوسائل اللي احنا بنستخدمها وفجأة تظهر نواياه السيئة يعني نقول إلى أن يتم إتمام العملية بالضبط إن أن نتأكد تماما أن عملية الإضرار بالأمن القومي المصري لم تعد بنفس القوة المؤثرة لأن احنا في النهاية عايزة أقول حاجة العملية دي مرتبطة بمحور مهم جدا احنا الدولة حتى فيه كل جهدها لو محور التنمية نعم احنا عايزين نخلق حياة أفضل لمصر إيه اللي بيأثر على الكلام ده الإرادة موجودة القوة موجودة الإمكانيات بتحشد بس إيه اللي بيأثر عليها مثل هذه العمليات نحن عايزين نهاية مناخ مناسب علشان نستمر فيه هذا الإطار إطار التنمية لأنه هو ده اللي هيحللنا كثير من المشاكل المتركمة عبر عشرات السنين نعمل ذلك حقيقي إيه اللي بيأثر من المشاكلة